السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا في فيديو جديد هل فكرت يوما الربح من التصويتات؟ نعم كما تسمع معي اليوم إن شاء الله سأريك طريقة ستمكنك من تحقيق أرباح جيدة بCP معالي جدا من التصويتات فقط يكفيك إنشاء فقط مثلا ما هو لعبك المفضل وتضع ميسي ورونالدو ثم يبدأ أصدقائك بالتصويت وتلبح المال يا صديقي أليس رائع؟ نعم إنه رائع إذن ابقى معي بعد ذلك الفصل القصير لا تنسى على لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل ميزة الجرس كذلك وطرك تعليق محافز في الأسفل التعليقات المحافزة مهمة جدا تحفزني من أجل أن أقدم لك الأفضل والأحسن ابقى معي لا تدبعي أيضا صديقي الكريم مرحبا بك مجددا صديقي الكريم إذن كما تلاحظ معي هذا هو الموقع الذي سنقدمه اليوم تصويتات دوت كوم فكرة الموقع فهي كما أخذت لك في مقدمة الفيديو أنك تنشئ تصويت معين حول لاعب حول فكرة حول أي شيء لدى أصدقائك سواء في الفيسبوك في أنستغرام في أي مكان ثم عند التصويت تربح المال بطبيعة الحال لذلك يعني هذا هو كما تلاحظ معي يعني بالنسبة للدول كندا كم تربح على ألف تصويت ستة دولار فرنسا يعني البعض سيقول لي ألف تصويت صعب جدا ألف تصويت ليس بالشيء الصعب لأنك مثلا عندما تضع في حسابك على الفيسبوك بخمسة ألف صديق إن صوت فقط خمسمائة صديق أو أربعمائة فره جمعت نصف المبلغ الذي هو ثلاثة دولار وبالتالي تنتظر فقط حتى تجمع يعني مبالغ أخرى حتى ترتفع في المستوى الذي يعني تقوم بالربح به بطبيعة الحال إذن لديك العديد من الدول هنا كما تلاحظ معي سوريا المغرب أربعة دولار يعني السويد خمسة دولار يعني السيبي إمرائي جدا كما تلاحظ معي دول العينة هي دول هذه اللتي لا يأترى بها أضحك فقط المهم ماذا هي وجد الموقع كما قلت لك يعني يمكنك يعني السحب أخي الكريم خمسة دولار كأقل مبلغ للسحب في خمسة دولار في بايزة بايونير خمسة دولار فوضافون كاش خمسة دولار إيجبتين بوست خمسة دولار وقريبا إن شاء الله سيتم دعم البيتكوين والموقع تم تأسيسه سنة الفين وستة عشر كما تلاحظ معي لديك البعض سيقول لي أين هو إثبات السحب يا رشيد إذن إليك إثبات السحب بتاريخ الفين وسبعة عشر سستة عشر دولار كما تلاحظ معي تصويتات دوت كوم انفو اروباس لاحظ معي كذلك الشخص الذي فاز أو ربح تسعة دولار لاحظ معي تصويتات يعني منطلاقها من التصويتات فقط إذن ما الفرق بين الشخص الفاشل الذي سيقول لي آه أخي هذا الموقع صعب أن أجمعه وبين هذا الشخص الذي ربحه دائما عشر دولار يعني هنا الفرق هو أنه هو اجتاد وأنت باقي كتبلاب ليف بلاصك أنا لا أتحدث معك شخصيا أنت متابعي العزيز الذي أحضر مدروسي أتحدث مع الفاشلين الذين يتحدثون في أي فيديو فيما درنا نشاهد فيديو كيف قوين قزول له هذه هذه أخويا دير شيئا جواب في حياتك ولا سكتنا مهم هذا الشيء هو اللي بغيت نوصل هو القصح سملك الدب المهمة غدي ندخلو الدب باش نعطفو النظام ديال كما كتشاهدوا معي يمكنك أنك تربح من الريفيريل كما كتشاهدو يعني كذلك يمكنك أنك التواصل مع التواصل مع الموقع عن دلقة من الإيميل الخاص بك أو فتح مذكرة من خلال هذا الخيار إذن جميل جدا الآن سنوريكم طريقة تجيل بسيطة جدا كل ما عليك سوى بالنقر على صين أب وبعد ذلك أخي كريم ستقوم بإدخال الخاص بك مثلا في حالة شخصية بريزما ثم هنا الباسورد سأدخل الباسورد الخاص بي ثم هنا سأعيد كتابة الباسورد رغم أنه متوسط فقط هذا الباسورد أضعه في حالة الدخول إلى موقع يعني عادي جدا أقوم بالنقر على هذا الخيار ثم سين أب جميل إذن بهذا تكون قد سجلت لاحظ معي انتظر فقط تمت تسجيل العملية بنجاح إذن هنا نقوم بإدخال يعني ثم هنا نقوم بإدخال الباسورد نقوم بالنقر على جميل جدا تمت العملية بنجاح إذن هذا هو حسابي كما تلاحظ وهذا هو المبلغ وهذا هو آآ عدد التصويتات يعني كلما كانت عدد التصويتات مرضفعة يعني يمكنك أن تقوم يوميا بتقييمات في مثلا آآ غروب الربح من الأنظر تقول لهما ما الأحسن هالريسكين أو يعني الأفكار كثيرة جدا كثيرة جدا تقول لهما الأحسن هالجديا أو أستفين وتمتاع عشر لذلك صفحة يمكنك أن تقوم بالسفتاء فيها يعني صراحة يعني طريق طرق الربح كثيرة جدا وعطيك فقط افكار وانت تطبقها على ارض الواقع. لتحكم في البروفيل الخاص بك. وتقريبا انا شرح لم اجد تقريبا اي عربي شرح او على ما اظن. انا لم احب حاجة جيدا مهم. الفكرة الحصرية تقوم بوضع صورتك الشخصية هنا. مثلا اضع صورتي الشخصية هنا. ثم تقوم بادخال المعلومات الشخصية الخاصة بك. وطريقة السعب. مثلا هنا ساسحب بالبيبال اضع البيبال. هنا تضع الايميل الخاص بك في البيبال. مثلا انا ساضع هذا الايميل. وساخفي هذا الرقم اخواني الكرام. مهم ليس مهم. اه ثم اقوم بالنقل على وبهذا تكون قد يعني ادخلت طريقة السعب وكذلك حددت يعني الايميل الخاص بك في السعب. مثلا انا حددت البيبالي ممكنك ان تحدد يعني الطرق الاخرى المتوفرة كما تلاحظ معي مثل اه بايونير او بايزا كما تلاحظ معي صديقي الكريم. اذا هذا كل ما في اه بخصوص الابديت بروفيل الخاص بك. اذا انتظر فقط بعض الدقائق يعني حتى او التواني حتى يتم رفع الصورة الان وصلت الى اربعين في المائة. يعني سنتقل لشارح العمر اخرى لحلمة يتم العملية. اذا ويددراو هنا السعب. طريقة اذا اردت السعب تضغط على ويددراو. اذا هنا تقوم بالسعب هنا اذا وصلت الى اقل مبلغ كما قلنا سالفا في البايبر خمسة دولار. واذا اردت التعرف على المسائل الاخرى يمكنك النقل على كما نقرت انا اولا في بداية الشرح. وهنا تتابع يعني طرق السعب وكل شيء اخي الكريم. يعني ننتظر لان الانترنت صابب الانترنت ضعيف اليوم. راح معي بايبر خمسة دولار. وبالتالي اذا وصلت الى خمسة دولار يمكنك يعني السعب الطريقة التالية. وهنا تقارير السعب الخاصة بك انطلاقا من الموقع. كذلك اخي الكريم اذا اردت الان يعني طريقة الربح. الان ندخل الى فصل بالموضوع واهم شيء هو طريقة الربح. نقوم بالنقل على يعني ثم تقوم بانشاء الخيار الخاص بك. مثلا انا في خاص بكورة القدم. او في خاص يعني لدي اصدقاء كتر مهتمين بالرياضة وما الى ذلك. يمكننا اخواني الكرام ان انشئ استفتاء خاص بمن هو احسن لعب مثلا او اي احسن كذا وكذا وكذا. المهم سنقوم بان نقرأ هنا ما هو الافضل او من هو الافضل. مثلا هكذا. ثم هل ميسي. اضيف رد اخر. رونالدو. مثلا او نايمار مثلا. نحن فقط نضع يعني انت هو يعني الشيء الذي تريد ان تضعه. خمسة خمسة ثم جيد جدا. اذا الان عندما انشأتها يعني يمكنني يعني كما تلاحظ معي من هو الافضل يعطيني خيار الاول رونالدو ميسي نايمار. ثم اه ثم عندما ينتهي سيضغط على الكابشا وقم بالنقر على الافضل. لاحظ معي هنا نسبة التصويتات لكل اللاعب والتقارير هنا كل شيء لديك اخي الكريم. ولمشاركة الرابط فيك فقط اخذه ومشاركته مع اصدقائك لك التصويت. كذلك اذا اردت مباشرة مشاركتي على فيسبوك تويتر جوجل بلاس لينك دين. اه كل اه مواقع تقريبا تواصل اشتماعي. يمكنكم فقط نقرأ على فيسبوك ومشاركة الرابط مباشرة كما تلاحظ معي من خلال مشاركتي على الفيسبوك. لذلك انا كل هذا كل ما في موضوعي لهذا اليوم. اتمنى منصر من القلب ان يعجبك وينالي اعجابك بطبيعة الحال. وتحقق منه ارباح جيدة والاشخاص الذين دائما يشاهدون فهم يصلون الى المبتغى ويصلون الى القيمة. شكرا لك على طيب المتابعة تجيع تجيع تجيع. اخواني كرام احتاج تجيع لكي اقدم دائما اقوى الدروس على المحتوى العربي ان شاء الله خصوصا في مجال الربح للعطلة. عندما يكون درس حصري ساقدمه لك بدون تردد صديق الكريم. يعني احتاج منك فقط لايك والاشتراك وتفعيل الجرس. ودائما فورا يضع لك فيديو اضغط على لايك تشجعي بتعليق محافز. فانا اسعى دائما لكي اقدم لك المزيد من الشرحات الرائعة والمميزة. وكذلك لا يعني فيهاش في الاشخاص الفاشنين. الاشخاص الفاشنين كيبقوا دائما الفاشنين. انت كمل في مصارك تقاتل اخويا. اردتش عاجة مصعبة. وتش عاجة مسهلة. لكن انت كتعرف كيفاش غد ختم. ارى غادي توصل لك شي لي بغيتي. فيما كان احتوشي درس حاول انك تطبق الفكرة وحاول انك وتميز على الاخر باش تنجح في المسجد ديك. والله ما يسر ولا تعسر للجميع. اخواني لا تنسوا يعني اه اي سؤال يمكنكم مرسلتي على حساب فيسبوك لغما ان الرد صعب جدا. او متابعة البتن المباشر على صفحتنا على الفيسبوك كل السبس. كذلك الاعجاب بالصفحة بريزما دوت كوم الرابط في اه ديسكريبشن ثم تتأكد في التواصل بالاشعارات. ولا تنسوا موقع على الالكترون لاننا دائما نضع الجديد في الموقع بريزما دوت كوم لمتابعة الجديد تدوينات حصرية وفيديوهات كما تلاحظون اخواني الكرام. كان كل هذا كل ما في موضوعنا لهذا اليوم القادم اجمل ان شاء الله تمسك باحلامك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى النقر على زر لايك وترك تعليق محافظ. واذا كانت هذه اول مرة تتابع فيها قناة بريزما فلا تتردد بالنقر على زر اشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل باخر مستجدات القناة. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى النقر على زر لايك وترك تعليق محافظ. واذا كانت هذه اول مرة تتابع فيها قناة بريزما فلا تتردد بالنقر على زر اشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل باخر مستجدات القناة.